وعلى الرغم من المحاولات اليائسة لتشويه صورة البحرين الناصعة في مجال حقوق الإنسان إلا أن البحرين أثبتت مجدداً إصرارها على المضي قدماً في المسيرة مسيرة التطوير الشاملة التي أرساها جلالة الملك المفدأ وهو ما أكده ممثلوء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان الإنجاز الكبير الذي حققته البحرين باعتماد تقريرها الثالث في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان يؤكد حرص البحرين على استمرار جهودها لتعزيز وصيانة حقوق الإنسان رغم محاولات من يسعى لتعطيل تلك المسيرة المباركة هناك من يتدخل بتوجيه للأسف الشديد أنا لا أريد أن أثقل على المشاهدين الكرام بأن هناك الكثير من الأكاذيب التي تسرد في مجال حقوق الإنسان ونحن نحاول أن نستعرض الحقائق بمهنية بعيداً عن تلميع صورة أي أحد نحاول أن نقدم ونعمل في مجال حقوق الإنسان كما هو ونستفيد من خبرات الآخرين ولكن نصادف كثير من المنظمات تعتمد الكذب كمنظمات كرامة في قطر للأسف الشديد اعتمدت الكثير من الكذب في استعراض ما يحدث في المملكة العربية السعودية والإمارات وكان للوفد البحريني حقيقة كلمة وموقف في هذه الأكاذيب التي سردت في أروقات مجلس حقوق الإنسان لبيانة الحقيقة اكتشفنا أن كثير من المنظمات مثل منظمة كرامة الحقوق الإنسان منظمة الجسور منظمة سلام عدد من المنظمات تمارس نوع من أنواع التكذيب والتضليل فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان يعني كذب عياناً بياناً ويستهدفون الأشخاص والمنظمات التي لا تعرف شيء عن مملكة البحرين وقد لا يهمها هم يهمهم في النهاية صورة وإعلان وينزلون في وسائل التواصل الاجتماعي ونوع من أنواع الصراع في عالم افتراضي بعيداً عن الواقع في مملكة البحرين اللي احنا صراحة نشيد فيه ونؤكد بأن مملكة البحرين في تقدم وفي ازدهار مستمر وفي تطور في مجال حقوق الإنسان والله عز مملكة البحرين دعم الدول الشقيقة والصديقة لتلك الجهود والمبادرات الرائدة التي تتبناها البحرين في هذا المجال يشكل حافزاً كبيراً لبذل المزيد إن المملكة تقدر الجهود العديدة التي تبدلها حكومة البحرين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقدر استمرارها في التعاون مع آليات في مجلس حقوق الإنسان ونرى هذا من خلال الجهود التي بذلتها حكومة البحرين بما في ذلك الانجازات التي حققتها في مجال السياسات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً في مجال الاتجار بالبشر والقضاء عليه إن وفد بلادي يحيي البحرين ويقدر لها قبول معظم التوصيات ويدعوها إلى الاستمرار في بدل جهودها لتعزيز حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات والمجالات لقد لمسنا تجاوباً إيجابياً بقبول مملكة البحرين عدداً من التوصيات الداعية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأكيدها الاستمرار على توفير الضمانات الدستورية والقانونية والعملية التي تكفل احترام حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين إن وفد الأردن يأخذ علماً مع التقدير قبول مملكة البحرين لأغلبية التوصيات التي وردت في التقرير بما فيها التوصيات التي تقدم بها الأردن والذي يعكس التزام البحرين المتواصل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إن الأردن على ثقة بأن البحرين سيواصل تكثيف جهوده خلال السنوات القادمة لتنفيذ التوصيات التي قبلها يشيد وفد بلادي بالجهود التي تبدلها مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك مثل الانضمام لمعظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإصدار تشريعات مثل قانون الحماية من العنف المنذلي وإجراء إصلاحات تشريعية لضمان مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها كما لا يفوتنا أن نثني على قبول البحرين لمعظم التوصيات التي قدمت لها وما تبذله من جهود حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان واتخاذها للعديد من الخطوات الهامة وخاصة إنشاء العديد من الآليات الوطنية التي تسهم في تعزيز واحترام حقوق الإنسان الهين تهنئ البحرين بشكل خاص لإصدارها أحد أكبر مبادراتها في سوق العمل عبر طرحها قرار نظام المرن الذي سيساعد الأجانب على الحصول على العمل بدون وصي وسيضع ذلك حداً الاستغلال والإتجار بالعمال نأمل أن تجني البحرين الكثير عبر مشاركتها في المراجعة الدورية الشاملة ونثق بأنها ستواصل تكثيف جهودها لتطبيق التوصيات التي اعتمادتها في السنوات المقبلة وسيبقى الرد البحريني على افتراءات من لا يريد الخير لها ولشعبها بالعمل والتطوير والتحديث لكل ما فيه خير المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين دعم الدول الشقيقة والصديقة لتجربة مملكة البحرين والتأييد الدولي لإنجازاتها في مجال تعزيز وصيانة حقوق الإنسان يبعث برسالة واضحة مفادها اللا شيء يمكن أن يعطل المسيرة التنموية الشاملة التي أرساها وثبت أركانها جلالة الملك المفدى يده الله عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من مقر الأمم المتحدة بجنيف